إن الواحد يحس بخطيته يعني لأني عارف باسمي وخطياتي أمامي في كل حين إني أفضل فاكر الخطيئة بتاعتي حتى لو قدمت عنها توب وشيطان يفضل يفكرني بيها الصحة تعامل مع الخطيئة اللي أنا توبت واعترفت بيها توبت عنها واعترفت بيها إزاي أحيان الناس بتوعف في اليأس وفي الإحباط بسبب إن شيطان يفضل يفكرها أنا ممكن ما كنتش قررت الخطيئة بس إني أفضل أفكرها بضعف والحقيقة يمكن حتى بيأس مننا رحم الله ومباردوش يصدق إن ربنا سمحني وغفر للخطيئة دي الأم أنطنيوس قال كلمة حلوة قوي قال إذا تذكرنا خطيانا ينساها الله وإذا نسينا خطيانا يتذكرها الله أفتكرها إزاي بس من غير يأس هو صق تماما إنك تيأس يعني إنك بتفقد نعمة ربنا بس بالتوبة يعني أنا لو قدمت توبة حقيقة خلاص الله مش عايزني حتى أفتكر الماضي وأفتكر أي حاجة يعني حتى العلماء بتوع التربية يقول لك الماضي درس وليس حبس خطيانكم أنساها ولا أعود أذكرها أفتكر الخطيئة مش عشان تذكر الشر الملبس الموت لا بفتكر الخطيئة عشان خاطر أبقى في توبة مستمرة التوبة مش وقت معين مش كلمتين مش ترنمتين مش اجتماع صلاة أوقات أنا لما بقدم توبة وبعدين يعني أعترف وأتناول وخلاص أمشف في طريق ربنا تقعد أتذكر الخطايا القديمة فتاخدني الأفكار تانية لصغر نفس بدل ما تاخدني لفكرة أن أنا ضعيف فأتضع تاخدني لصغر نفس وأن أنا 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 مش حل الآية اللي بنتكلم عنها دلوقتي بيتكلمك في كده بتقوله كده اخسلني مش أنا اللي هخسل نفسي طوبني مش أنا اللي هتوب طوبني يا رب فأتوب صحيح فهتعتمد على ذاتك مش هتعيش في سلام هتعيش في يأس هتعيش في تعب هتعتمد على نعمة ربنا هتعيش فرحان هتعيش في سعادة هتعيش نور هتعيش ملح فأنت هتعتمد على مين لا أعتمد على ربنا بس طالما أنا عطرفت ومشيت في سكة التوبة ما عودش أقلف في الأفكار الأديمة لأن الأفكار الأديمة تجيب إحباطات أديمة وتجيب مشاكل أديمة فبلش منها إحنا قلنا توبة يعني ميتانوية ميتانية يعني إيه أفتكر كلما أفتكر الخطيئة ما طانية أرجع وأقدم وأسكب نفسي أمام الله لازم بصفة مستمرة التوبة رحلة لا تخلص مش وقت معين مش ترنمتين مش أيتين مش مشاعر وقتية مش حتى ده أسلوب حياة طبعا التوبة أسلوب حياة تعيش فرحان تعيش مبسوط أيوب بيقول لك كده في خمسة أيوب خمسة بيقول كده ويكون للذليل رجاء والخطيئة تسد فاها طبعا